طاقتك رح تكون نارية حتى يعني انسى انه انت برج ناري طاقتك رح تكون نارية البرج غير عن الطاقة طبعا رح تكون نوعا ما عصبي يمكن احزر من هاي الشغلاء يعني حبيبي هاي الفترة بدنا ننسى كل الابراج بدنا ننسى العصبية هاي الفترة عم بشوفك كتير عم بتكتم في في حالك عم تكتم امور كتير حصلت على اسرار كتير عم بتخبر ري اكشن تبعك او ماسك حالك بالزور بدك تنفجر باي لحظة ممكن تكون فشايفيتك يعني عم بتحاول تسيطر على الامور عم بتحاول تسيطر على نفسك عشان ما تعصب عشان ما تطلع اللي بقلبك لانو اذا طلعت اللي بقلبك كل اللي حواليك رح يزعله خلينا نشوف اول شي بصفة عامة بعدين بنشوف عاطفيا خلينا خلينا نقلب الآية بالابراج الماضية كنا نقرأ هاد عام وهاي عاطفية خلينا نقلب نشوف هاد عام وهديك عاطفية الاوراق ان شاء الله يكون شهر خير على الاسد وعالجميع شايفي طاقتك كتير حلوة هاي الفترة شايفك عم بتكون كرييتف كتير هو اساسا الاسد مبدع فعم اتطلع هاي الطاقة عم بتطلع شغلات جواتك كنت مخبيها يمكن مواهب عم تهتم هلأ بموهبة معينة او شغلة عندك نقطة قوة كنت بتطمشها او ما كنت تستغلها لون الاصفر طاغي يعني في طاقة في زي ما قلتلك فيري يعني حتكون حتكون ناري. الله يستر ما تعصب يا برج الاسد لانو هاي الفترة راح تكون شوي نوعا ما بتحتاش لجلد لصبر فخلينا نشوف لكن الاوراق بشكل عام انا شايفيتها يعني رايحة للاحسن. خلينا ناخذ كل كرتين فوق بعض. عندك هون عم بشوف نهاية اه ممكن تكون نهاية عمل بداية عمل جديد نهاية مشروع بداية مشروع انجح. اه شايفي في عندك كمان اللي هو اه انغدرت من ناس كتير. لسه رح تنغدر من شخص واحد ولكن مش عاطفيا لانه هاي القراءة مش عاطفية. هذا هذا بشكل عام. اه رح تنغدر من شخص اما على صعيد اجتماعي على صعيد عمل. اه ولكن هادا السيف نفسه اللي هو انتصر عليك فيه او كنت موهوم موهوم انه هو انتصر عليك فيه نفس السيف نفس السلاح رح تستعمله اه ضده. عم بشوفك انه حكيم كتير في هاي الفترة. هادا الكرت طلع مقلوب. اه عم بتحاول يمكن توازن. توازن بين موضوعين. توازن بين شغلتين ولكن اه عم بتحس انه انت ما عم بتحق التوازن لذلك او في عندك فرصتين عم بتلتقط وحدة وتترك واحدة. ممكن يكونوا فرصتين عمل او الانتقال من عمل لعمل فعم بتختار اه واحد منهم. عم بشوفك هون. ماشي وكأنك اليك كسلان فترة اه ما عندك جلادة ما عندك اه يعني فيه شوية كسل كنت تمر فيها. شايفيتك بالفترة الجاي بتعوض هذا كل ياته. رح تركض ركض يعني رح تحاول انه اه يعني تعوض الوقت اللي انت كنت قاعد في او انت كنت يمكن قاعد كنت من يعني بدون عمل وصار في عمل فعم تركض ركض في هذا الموضوع بشوفك كتير مستعجل على الفلوس كتير بدك اه او بحاجة ماسة اه لمبلغ كبير مش مبلغ صغير فعم بتعم تحصل عليه ولكن اه بجهد يعني بتعب او بعض محاولات. هون بشوف اه قلتلك عم بتطلع موهبة من عندك او فيه سكل معين انت عم بتطورها في حالك لحتى انك تحصل اما على عمل اما على شي معين لكن هون بشوفك كتير حلو يعني هاي الفترة عم بتكون كتير يعني كريزمتك عندك حضور كتير هاي الفترة. شايفة انك ماسك يعني هون منتصر هون في ما لا نهاية يعني منتصر بشكل كبير ويعني حتظلك فترة طويلة منتصر ولكن زي ما قلنا بعد جهد بعد تعب فبدك تستنى شوي. اه تستنى عن نتيجة طبعا مش تستنى عن الجهد. الجهد لا بلش فيه من هلأ. اذا ما كنت يعني نبلش فيه. اه شايفة حتى عم تعمل توازن في موضوع الروحانيات عم بت فيه موضوع بتتمنى جدا كتير كتير يعني بتفكر فيه طول الوقت. عم بتحس حالك اه كتير مجروحة كتير ندمان. لا السفر او اه. اه في كمان شخص بهذا الكرت بيبين. شايفتك رح تكون متفائل اكتر وكأنك جرقت التشاؤم او الطاقة السلبية وما نفعت فشايفتك عم بتحاول تغير تفكيرك عم بتحاول تعمل آآ فهون عم بشوفك بتحارب اول شيء بعدين بتحصل على الاشياء الحلوة. فشايفيتك يا برج الاسد عم بتتعب عشان توصل للمواضيع. المواضيع عم بتتأخر قدامك. آآ ولكن في هاي الفترة نهايتها خلينا نقول عم تحصل على اللي بدك هيه. هون شايفيتك كمان شخص يعني بتخبي الطيب اللي بقلبك آآ بتخبي كل شيء بقلبك آآ بتخبي شخصيتك الحقيقية اللي هي الطيبة والبراءة. بتحاول تصدر للناس هاي الفترة انه انت كتير قوي انه انت كتير يعني آآ ماسك اعصابك كتير آآ 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 ليدر بس. يعني هذا الاشي كويس منيح عشان ما يستغلون الاطراف التانين. آآ بهذا الكارت بشوف في آآ يعني اللي هو نهاية موضوع يعني عم بكرروا الاوراق آآ نفسهم نهاية موضوع آآ آآ او انه في عندك كان آآ فرص كتيرة آآ هذا بشوفه عاطفي اكتر. آآ كان في عندك فرص كتيرة انت ضيعتها كرمال آآ آآ شخص وهذا الشخص رح تربحه. يعني انت زارك او آآ خلينا اقول الصبر تبعك رح يسجيب نتيجة والانسان اللي انت بتستنى رح يجي. ان كان آآ ان كنت اعزب او منفصل او كذا في شخص في بالك رح يجي نفس هذا الشخص. خلينا نشوف عاطفيا شوي. انسينا نقول الطاقات. الطاقات كانت آآ على ما اذكر ترابية مائية نارية. ما اذكر ترابية مائية نارية مائية ترابية مائية ترابي شايفيتك عم بتكون شاعر هاي الفترة يا اسد. عم بتكون مشاعرك كتير جياش لدرجة انك ممكن تكتب اه شعر او انت اساسا شاعر او عم تكتب شي للحبيب حتى لو ما كان اه بورق ممكن عالانترنت او شي عم عم بتوصل رسالة معينة للشريك. وحبايفي دائما بنقول انه القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية. هون بيقولك انا عم بشوفه بيقولك انه البداية هلأ. ازا انت كنت ناوي انك تبادر بموضوع على سبيل العاطفة. اه تبلش موضوع. فبلش فيه هلأ. ما تتأخر لانه ازا اخرت شوي رح يروح عليك هذا اه الموضوع. شايفه انه فيه كان اه شوف يا انثى اه يا زكر يعني ما فيه مشكلة. كبير بالسن ممكن يكون واقف بطريق اه ساعاتك او اه اه بين الشريك. شايفه هذا الشخص موجود لفترة معينة وبعدين انت رح يعني خلص تكشف الامور وتبطل اه تبطل اه اللي هو تسمع او كزا رح يكون قرارك من جاسك انت. وهذا في مصلحة العراق العلاقة رح يصب لانه واحدة من العوائق عم بتروح عم تنتهي. شايفيتك في الماضي ما كنت اه اه تاخد او اه تدير بالك على العلاقة العاطفية كنت مهملها جدا كان الطرف الاخر يمكن يعطي كتير كتير وانت على العكس تماما. مثل هو انه يكون زي النار وانت بارد على الاخر او العكس طبعا لانه القراءة ممكن تكون عكسية. ولكن بعدين بشوف اه في في وقت لاحق في هاي الفترة طبعا اللي فتحنا عليها. اه في نهاية هاي الفترة لا بشوف في اللي هو ظهور اه متل قناع كان كل واحد لابسه اه عن التاني عشان يكون غامض عشان كتمثيل يمكن انتو عم بتمثلوا على بعض انو مبسوطين وكزا. اه عم بشوف كشف اقنعة. ان كان انت او هو الاتنين رح تتصارحوا بالامور اللي فعلا اه يعني بتخدم العلاقة وبتوديها لمرحلة اه جدية. هون بشوفك من بعد مشكلة معينة. في مشكلة او في عقق مش عقق في مشكلة معينة او موقف معين. اه رح تتعرض له لدرجة انو عائلتك ممكن تتأثر في هذا الموضوع. ولكن على يعني من اقصى اقصى المشاكل والنكد وكزا فجأة رح تقلب الامور لصالحك. رح تكون انت في القمة رح تنتصر على هذا الموضوع. ولكن هذا الموضوع يعني رح تكتشف بعدين انو كان في صالحك. كان في صالحك علمك اكتر خلاك اكتر حكمة. اه عرفك كيف تكون اه ناجح في النهاية. هون بما انو على العاطفة بشوف انو في عواصف كتير اه مرت ورح تمر على العاطفة. ولكن شايف فيه بالاخر رواء في اه في انتصار على هذا الموضوع اه من بعد ما كان فيه غيوم بطل فيه. هون فيه شوفوا كيف الجو والكزا والمشاكل والعوائق وشغلات كبيرة. عفوا. هون عم بتختفي هاي الامور بتصهر الشمس. فشكيتك في القمة يعني. اه بالنسبة قلتلك رح تصير شاعري اكتر رح تصير اه اه او الطرف التاني. كمان رح تشعر بالالتزام. بدك تحول هاي رح يصير فيه تحويل اه للعلاقة رح تطور للمرحل اللي بعدها. فكمان انا بشوف هاي الورقة ممكن تكون وراء الزواج. هون عم بشوف نفس الشيء. محكمة وآآ عدل في جستس بالموضوع. اه رح تتحقق في عدالة بالموضوع رح تتحقق. اه بعديها رح يكون اللي هو الارتباط. انا بشوفه ارتباط. يمكن غير يشوفه اشي تاني. طب خلينا نشوف اذا في نصيحة مثلا. برج الاسد. اه بيقول لك كون ممتن ممتن. اه تطلق طاقة. اه بيقول لك كون ممتن ممتن. اه تطلق الامتنان اه للكون. وهذا طبعا بيزيد من الطاقة الايجابية تبعتك. اه كون شاكر اه اكتر. احمد ربنا اكتر. وكأنه بيقول لك اه كون روحاني اكتر. اه على فكرة اللي بيشكر كتير. حتى اللي بيشكر الناس اه بيجي له طاقة ايجابية. بتتحول لطاقة ايجابية بتجي له. بتزيد عنده الطاقة الايجابية. اه فما بالك لما تشكر ربنا. يعني اه بيقول لك حتى على الشغلات الصغيرة حتى لو على الصحة يعني على اي شي عندك اياه او بتملكه اه كون ممتن لاله. لانه هاي الطاقة جدا مفيدة لالك. خلينا نجوف كرت تاني. اه بيقول لك مش كل مرة انت يعني مش اتمثل. مش كل مرة انت تخفي هذا الجانب البريء اللطيف منك وتحط ماسك انك اه او كتير ومش عارف ايش وهذا. بيقول لك اطلع شوي يعني من هذا الموضوع. اه خليك اه شوي بريء طبعا مع الناس اللي بتستاهل مش مع اي ناس. اه لكن بيقول لك انه ما تروح لل اه اكستريم في المواضيع. ما تروح لأقصى ما بعرف شو بسموها بس. ما تروح لال اكستريم في موضوع من المواضيع. خليك وسط يعني. ما لهك لهك. فاعمل توازن شوي في شخصيتك اه ما تحاول انك اه تضغط على حالك وتظهر القوة والصلابة. وانت من جوه كتير تعبان بيقول لك عبر. طيب خلينا نشوف اه اوراكل التانية والتكن من هون بيقول لك هون انه دعواتك رح تنقبل في الاخر اه ادعي ربنا كتير اعمل الهيلنج لحالك اه وكأنه عندك طقات سلبية ممكن تكون لانه بيدعيك للاستشفاء. بيدعيك لا التقرب اكتر يمكن من ربنا من اه يعني تعميق الروحانيات اللي فيك اه ما تكون اللي هو تهتم بس بالامور العمل الماد كزا. لا روح للمشاعر روح للروحانيات اه اه خلي في اتصال بينك وبين القوة الكاملة اللي داخلك لانه رح توصل لاشياء كتير حلوة ازا عملت هذا الكونكشن. طلعوا معلنا كارتين خلينا نقراهم اثنين. اه بيقولك انه الملائك رح تكون حواليك لحتى تقودك للاشي اللي انت بدك اياه. اه ولكن بيقولك اه انه كمان بيقولك انه كون عندك الثقة اه ب بناس اللي حواليك وكأنه انت فقدت الثقة في كل الناس او قطعت علاقتك في ناس كتير. بيقولك كون شوي متوازن و اه محافظ على بعض العلاقات يعني مش الواحد دي قطع حاله من كل اه الناس. اه بيقولك هون انك يعني عم تتعرض لتحديات عم تتعرض لأمور على او غدر من اصحاب من العائلة الفاميلي من اله حتى منك انت انت عم تغلط احيانا في حق الاخرين او في حق نفسك انت لأ في حق نفسك انت مش ناحية الاخرين بيقولك انه اه اغفر يعني اطلق طاقة الغفران ما ما يكون عندك في حقد او غضب لانه اذا كان عندك هدول المشاعر فهم يضروك انت اه ما بيضروا الناس التانيا فا دايما بقول يعني حتى للمظلوم ما تقول حتى للمظلوم لا تقول انه او تدعي على الطرف التاني او كزا يعني خلص الله يسامحه او حتى لو ما كانت طالع من قلبك ا او انه يعني احس بي الله ونعم الوكيل يعني حل الوسط فحباي بي برج الاسد بشوفكم بالقراءة الجاي وباي اشتركوا في القناة